السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عمدين يا رب تكونوا كويسين وبخير يا سعد الله اوقاتكم حباب قلبي بكل خير. ان شاء الله كراءة جديدة وحصرية على قناة سراد العالم الروحاني لمواليد برد الدلو. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وبعد الكراءة لمواليد برد الدلو. ان شاء الله نعطيك ان كنت بتعاني من السحر او من المسء او من تعطيل او من تابع او من قرير. هنعطيك العلاق في اخر الفيديو. بازن الله تعالى. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك. وهذا كراءة عامة للرجال ونساء بازن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكشف. الله مصد على سيدنا محمد. الفاتح لما قرر. ان شاء الله كل اللي انتم انتظرينه هتسمعوا. كل اللي انتم منتظرينه بازن الله تعالى هتسمعوا. بلاش الحيرة اللي انت فيها. عشان يا شايف كنت حيران. ما عندك داخل هنا على علاقة جديدة. يعني يا شام بس انت عندك شوية امور ملخبطة في حياتك. يعني عندك كزا حادي معقدة معاك. بس بازن الله عندك. شايف هنا عندك علاقة قوية. العلاقة دي هتنتهي بالدواس. هتنتهي بالخير. هتنتهي بالسعادة ليك. مع ان حياتك العاطفية منكلبة. بس عندك خير بازن الله تعالى. عندك خير. بازن الله في خير. شاف انت حاليا دلوقتي عندك فرحة. وفي نفس الوقت يعني انت متربط ومتعجد ومتكتف. يعني وقاعد على كرسي او قاعد مع نفسك ومش عارف تعمل ايه. لكن بدعوات الناس اللي بتدعي لك. شايف حياتك هتبدأ تفتح معاك وينزاح عنك الضيق او الغمامة اللي عليك هتنزاح. الحيرة اللي عليك هتنشاء بازن الله تعالى. شايف هنا. انت هنا عندك ربح من مال دايلك. سوى وظيفة لان في مال دايلك بازن الله تعالى. مشروع هدخلت فيه او هتدخل فيه دايلك رزق من وراه بازن الله تعالى. شايف ان انت تردع من جديد تنشوف وتفتح وتعرف تستفسر وتعرف تتعامل مع الاخرين. شايف هنا اللهم اصلى على سيدنا محمد بص عندك خير وعندك فرحة وعندك استكرار بس خلي بالك من العرقيل اللي ديالك من سبب العين. العين كتيرة. ناس كتيرة عينها على رزقك. عينها على فرحتك. ما عندك ش استكرار. يعني شاف ان في مشاكل كتيرة عندك. بس ان شاف في علاقة جديدة عندك. شاف هنا ما بينك وما بين الشريك مشاكل. يعني مشاكل من الحسد. من الغير من الحكت. يعني شاف عندك يعني اه ناس مزعيدة في حياتك. بس بيزن الله عندك خير. عندك فرحة. شايف عندك الحسد والعين. بدخبطين حياتك. عندك شوية لخبيطة في حياتك. بخلينك مش شايف يعني او مش قادر تشوف القدام. فيها اوراك بتخلصها في محاكم. فيها خير. بتخلصها دي فيها خير ليك. فيها خير ليك بيزن الله. بس خلي بالك من الناس اللي حواليك. ود نظره لامامك. عندك كزا حدا حلو جدا. يعني شايف عندك امور مقضية. عندك يعني اللهم صلى على سيدنا محمد. عندك لقاء حلو. الفضل ربنا سبحانه وتعالى عندك لقاء حلو. شايف عندك اللقاء. اللقاء ده يحسن من حياتك. يعني شايف ان يحسن من حياتك ويحسن من نفسيتك ويحسن من مزادك. شايف عندك هنا هيكون لقاء مع كزا شخص. في جاعدة واحدة. هيكون عندك كزا لقاء مع كزا شخص. يعني شايف اللقاء ده. اللهم صلى على سيدنا محمد هيكون في صلح. يعني يا شايف هيكون في صلحات وفي كلام. بس خلي بالك هنا في طرف تالت داخل. ما بينكم ما بين الزودة او الزود او الشريك. يعني شايف في طرف تالت. الطرف التالت ده عايز يخرب بيتك. عايز يدخل يعني بيتكلم اه داخل في العلاقات العطفية. دايما بيعملكم مشاكل. يعني شايف ان هو عملكم لغبط كتير. او مصدى لسيد شايف عندك انتصارة. عندك انتصارة. بس خلي بالك وانتبه كويس جدا من الناس اللي واقلة خيرك. وتتكلم عليك وبتوصف صمعتك في ظهرك. خلي بالك. حياتك المادية تتحسن. عندك مش روح هنا ناجح. عندك هنا امور كويسة جدا. بس بلاش الحيرة اللي انت فيها. بلاش الحيرة اللي انت فيها. بلاش الحيرة والقلق والخوف والتوتر. اخلص من التعب اللي انت فيه. طريقك ماشي قدامك. النور هيتغلب على الظلم. على الظلم اللي عندك والعتمة واله هتطلع للنور هيتغلب عليه. بس انا شايف ان انت ده فكيرك متحطب. اتعبت. استحملت كتير ما لا يستحمله احد. استحملت كتير. تعب. ونفسك حد يجف معاك او حد يساعدك. لكن انت مش محتاد حدا من حد. بس انت نفسك بحد يتقطب عليك. اه حد يقول لك انا دمك. يساعدك. اه يكون معاك. ايه في دم بيك. شاف في مواجهة مع حد. المواجهة دي شاف هيكون فيها عدل. المواجهة دي هيكون فيها عدل. بإذن الله. المواجهة دي. شاف هنا انت هتكشف سر خطير. هتكشف سر خطير الفترة اللي داية. شاف الايام اللي داية داي. خبس خلي بالك كل حريص. كل حريص. عشان انت بدأت تمسك على ايدك شوية. بدأت تمسك على حياتك شوية. هتكون حريص على مالك على حادات كتيرة. عشان انت يعني داخل على هنا على شغل. على دخل على زوات. دخل على ارتباط. دخل على شراء مسكن. اه دخل على سفر. لان طريق سفر مفتوح قدامك. في طريق سفر قدامك. هتكون الحريص الايام اللي داية وهتمسك على ايدك اكتر وشافك هتكون حكيم في كل دنيا هيطلع منك هتكون حريص وهتكون عارف تحسب امورك وعارف تحسب تصرفاتك احسب من السنين اللي فاتت شاف ان انت هتطلب المساعدة وحد هيساعدك وهيدعمك وهيديك طاقة ايجابية بس ابعد عن الناس اللي بتديك طاقة سلبية ابعد عن الناس اللي بتديك طاقة السلبية انت في ارض بيتك في نوع ما بينك وما بين الاهل ما بينك وما بين الاخ ما بينك وما بين اه يعني شاف في اه مشاكل بقدر المستطاح احنا شاف في مشاكل في بيتك في مشاكل في البيت انت تعبت مش عايز تعيش في نفس البيت ده اه في التقيب مية طاقة سلبية اه بتتعب مخنوق اتعبت من المشاكل اتعبت من الزعل اتعبت من الضيق اللي انت في عايز تطلع من البيت ده عايز تنتقل مع نفسك خلي بالك عليك مراقبة. في حد مراكبك. في حد بيراكبك. اه اه حد عايز يراكبك. انت مش عارف او ممكن عارف ان انت عليك مراكبة. عايز يراسلك. عايز يوصلك. بس عليك عيون كتيرة جدا. بيحسدوك. بدل المرة اتنين وتلاتة. حسدوك. تعجوك. عندك ارهاك. عندك تعب. عندك ضيق. حزن. تفكير. وزيادة بالنسبة. دي هنا السحر اللي قلنا عليه. ما فيش زواج مكتمل معاك. كل مرة يعني تكتمل ما فيش زواج تكتمل. وعندك حصل برضو انفصال بسبب السحر. حصل انفصال بسبب السحر والحسد. عندك تعب في العمودة الفقري. والردلين. والرقبة. ودخب تديله. الله وصل الله على سيدنا محمد. بس في حد هنا هيدعمك. هيقف معاك. هيحترمك. هيجدرك. ان عندك كمية احترام كبيرة. شايف انت في حد هتعملها هتعلم من شأنك. فيه كرارات هتاخدها في حياتك هتعلي منك. الهم اللي انت فيه هينزاح. التاعب برضو اللي انت فيه والحزن ده كله. هتطلع منه. هتطلع منه. وهنا شايفك هتنتصر. انت ماشي اه اخسرت حد على عزيزة على قلبك. اخسرته. بس انت عرفته انه هو ما يستهنشي. او مش كويس. شايف برضو ان انت اتغدرت. او اتظلمت. او اتأزيت. يعني انا شايف الحد اكتشفت حقيقته. اكتشفته على الحقيقة. هو كان عزيز على قلبك. بس ان شايفك انت اه مطعون. بسكينة. في قلبك. يعني قلبك مكسور. بس عندك خبر حلو جدا. يعني شايفك ان انت هتوصل لتحقيق العمنية اللي انت عايز توصلها. الباب اللي كنت بتحاول تفتحه هيتفتح قدامك. وهتوصل اللي انت عايزه. عندك حلم اه بيتكرم عكلك لسه ما تحققش هيتحقق. هيتحقق بيزد الله تعالي. في حد غلط فيك. حد غلط فيك. هيدي اعتذر لك. هي اعتذر لك. وهتسامحه. لان انا شايف هتردح حياتك ما بينك وما بينه تاني. في حد هنا. هيتصل بيك. هيتصل بيك. انت منتظر مكالمته. او منتظر رسالته. ده هيلك الرسالة. قدامك خطوطين وديلك الرسالة. حياتك فيها تحسه. فيها خير. بس حاول يعني تكون حكيم. عندك تحقيق امنية. بازن الله تعالي. عندك تحقيق امنية. بازن الله تعالي. يعني شايف الامنية ده. اه انت هتكون يعني او انت بتتمنيها من زمان. وبتعافر. وبتسمع عايز توصلها. او عشان توصلها. بص هنا. الله ما صلى على سيدنا محمد. عايز هنا. امورك تتحسه. يعني امورك تتغير. يعني شافوا كمان يعني عايزك تكون حكيم اكتر من الاول. فاكتر في تصرفاتك. في افعالك. شايف عندك في الشغل هنا. الله ما صلى على سيدنا محمد. عندك تركية. وعندك زيادة. في الناد. شايف عندك تحسن في وضعك في العمل. عندك تحسن كويس. بس في حد بنافسك. في حد عايز ياخد مكانك. عايز يستغلك في شغلك. بيتكلم عليك بالسوق. مع انك انت مجدمنوا الحلو كله او كويس معاه. لكن هو عايز ياخد مكانك. عايز يستغلك. الدوامة اللي انت فيها ده هتطلع منه. هتطلع من الحفرة اللي انت عملناها لك وعايزين يوجعوك فيها. هتطلع من كل المشاكل اللي انت فيه. والخوف والتوتر. شايف انا عندكم حد اه اه تعبان زعلان مخنوق. اه الحد اه تعبان جوي. حد جريب عزيز على قلبك من الاهل او من الاقارب. تعبان مريض. ان شاء الله ربنا يشفي. بس انتم هنا شايفكم هنا حد اللهم صلى على سيدنا محمد. هنشاف في حد برضو وقلبكم. يعني مسبب لكم ودع. اه مسبب لكم الام. اه ان شاف بس عندكم بداية جديدة. انا شاف ان انتم هتتكلموا في حدات كثيرة جدا انتم يعني يعني انا شاف عندكم حدات كثيرة بتخلصوها. عندكم اوراق او حدات بتخلصوها. شاف في بداية جديدة. بس انتم خايفين اللي تكمله. خايفين اللي تتقل في علاقة. شاف عندكم طاقة خوف تكمله او تتقل في العلاقة. شاف عندكم طاقة خوف. انا شاف ان انتم خايفين من حالات كتيرة. شافكم برضو محترين. شاف عندكم طاقة اه حيرة. بس انا شاف في منزلك او في بيتك هنا في فرحة. في ارتباط جديد. في زواد. في زواد او ارتباط. انا شاف فرحة خاتم في ارض بيتك. لاما رجوع المزودين لاما اه زواد مرة اخرى. المفصلين الرجوع لاما زواد مرة اخرى. لاما ارتباط جديد. لان انا شاف في فرحة في ارض بيتك بالنسبة للارتباط او الزواد. مهم اصدع لسيدنا محمد. بسم الله الكشف. شاف هنا بتشتري سيارة. شافك هنا بتشتري حد سيارة او اه اه بتشتري هدية لحد. او حد اعطاك هدية كبيرة قيمة. حد هدية هدية لما انتها تديك تدي حد هدية. عندكم سعادة. بازن الله تعالي. لان شاف ان انت يعني هيخلكم ان انتم مبسطين وفرحانين. عندكم طاقة انبساط. شاف يعني علاقاتكم ابتدت تتحسن. من بعد الالم اللي صار. لان انتم اصبرته كتير جدا. يعني اصبرته يعني صبر كبير جدا. اصبرته على دراسة. اه يعني منكم هما انشغل على دراسة. انا شاف في خلاف برضو هتحلوه. والخلاف ذي مع حد ذا ينحل. في خلاف هتحلوه. انا شاف فيه قاعدة برضو. القاعدة دي يعني هتكون فيها لطيفة. هتكون كويسة. هتكون مبسوط فيها. يعني هتكون فيها طاقة ايجابية. انا شاف عندكم. بس في حد انا الله ما بصلى على سيدنا محمد. من الصحاب او من الشغل او هكذا بيأزي فيكم. انتم برضو انا شاف كنتوا بتحب بحد كوش. او كنتوا معدبين بحد. يعني شاف لقيتوا وردت فعل انتم معدبكم شي. بس انتم قررتوا عنه تبعدوا. قررتوا تنفسوا. قررتوا تبعدوا عنه. لان انا شاف فيه حيرة. فيه تقلب بازات. شاف فيه حيرة. شاف برضو. انا شاف لقاء مع احد. اه اللقاء دي فيه خير. فيه فرحة. شافك في اللقاء ده مبسوط. مبسوط فيه. عندك هنا رسالة ديالك. رسالة فيها فرحة ديك. فيها السعادة. اه انت منتظرها بيزن الله. بس خليك تكون هذه. علشان انا شاف عندك فرحة. بيزن الله تعالى. عندك فرحة. شاف فيه بشرة بالمولود. لان عندك كمية اشتياك لاطفال. عندك كمية. اه شاف فيه بشرة بمولود. حياتك هنا العطفية يعني هنا حياتك العطفية ما 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 فيهاش استقرار قوي ما فيهاش استقرار الست اللي بتعدد لك السحر بتعدد لك السحر عينها عليك جدا. عينها عليك. هنا الناس اللي قزتك وغدرت بيك هيتأسفولك. وهيردعوا لانك يطلبوا منك السماح. لان انت قلبك طيب. وبتحب الخير للناس كلهم وبتحب تدي ومش مانتظر مقابل من حد. مش منتظرك مقابل من حد. دايما اللي انت بتعمله مع الناس بيديلك العكس. دايما الخير اللي بتعمله مع الناس بيديلك العكس. شايف عندك صلح? انت وحد عزيز على قلبك. شايفك هنا برضو زعلان وبتشك همك. شايفك زعلان مخنوق متضايق. آآ جلبك مكسور. حزين. بتقول يا رب انصرني على اعدائي وعلى من ظلموني. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الكاشف. ادعم الفيديو باللايك فضلا وليس امر الاحبابنا في الله. فضلا وليس امر الاخواتنا في الله اللي بتشاهدونا. ادعم الفيديو باللايك. بسم الله الكاشف. بتقول يا رب وفدني. يا رب اكرمني. عند التعوى بيذن الله تعالى هتتحقق. هتتحقق بقدرة الله. انت اجرب الناس ليك آآ هم اللي غدروا بيك. هم اللي غدروا بيك. اقرب مليك هم اللي غدروا بيك. بس ان شاء الله ربنا هيكرمك. وهي ريح قلبك بإذن الله تعالى. انت هنا طلعت من بيتك آآ غزبا عنك. شايفك طالع غزبا عنك زعلان مكسور. شايفك طالع من بيتك مكسور. خلي بالك. خلي بالك من الناس اللي عايزة تدمر حياتك. الناس الحقودة. الناس اللي عايزة تأذيك عايزة تدمر حياتك. خلي بالك من الناس دي. انت شخص محبوب. انت شخص آآ شاطر. آآ شخص آآ يعني محبوب جدا. مشاريعك بيذن الله تعالى ناتحة. عندك تسرق آآ بس في تسرعات بتاخذها في الصح. بتكون صح. بس عندك اصدقاء خبيثة. اصدقاء حب بتوقعك في شر اعمالك. فكون حريص كما كنا. شايفك هنا نوع لسفر. نوع لسفر. خارج لبلاد. آآ مستني دعم او مستني لقامع حد او مستني مكالمة. شايف عندك آآ صفر. في حد هيساعدك وهيجف جنبك في الشدة. في حد هيساعدك وهيدعمك وهيجف جنبك. صلى على الحبيب المستقى. شايف هنا? انتبه وخلي بالك من صحتك. آآ ومتخدش حدا من حد. خلي بالك من صحتك وانتبه من صحتك علشان اقرب الناس هم ولا حابين يدمروك. بالسحر. بالاعمال. بالسحر المشروب. خلي بالك من السحر كما قلنا. خلي بالك. خلي بالك علشان شايف صحتك في النازل. المعدة عندك تعب. عندك قلب. عندك تسقط في الشعب. في حد هنا آآ بحاول آآ يأزيك. بحاول يطعنك. بحاول يكسرك. بحاول يأزيك. خلي بالك. انت هنا شايفك حزين على شخص آآ انت بتحبه. الشخص ده مزدون او بعيد عنك او هو مخنوق او ضيقة آآ او مريض. انت زعلان عليها. وحزين عليها الشخص ده. ربنا يفق اسره او ربنا يشفيه ان شاء الله مما هو فيه. بسم الله. شايفنا آآ حصل آآ كلام ما بينك وما بين الشريك. آآ حصل زعل. حصل انفصال. بتفكر في الانفصال. بلاش تفكر حاليا عشان السحر آآ سحر بيت جدد. لان شايفك عندك حيرة. محتار في امرك. عايزك تنتصر. عايزك تنتصر. او عايزك تنتصري. تسيب كل حد على الله. وحاول تقول يا رب. حاولوا تقول يا رب. انا شايف عندكم مواجهة حلوة. المواجهة دي فيها خير بمشيئة الله تعالي. فيها خير ليك. آآ حاول يعني تكون انت يعني هادي الايام دي. هتكون حكيم وتكون هادي. علشان المرة دي هتكون في مواجهة وهتطلع منتصر. وهتضع صوابك في اي حد. وهتطلع منتصر بفضل الله تعالي. شايف هنا. اقرب الناس ليك آآ هم اعدائك. عدوك واعدائك. صديقك وعدوك. فخلي بالك. لان يا شايف شخص بكرب لكم. فخلي بالكم وكون حسنين. بسم الله الكاشر. شايف هنا في حد بياكل يشرب معك او طلع من بيتك. آآ مش كويس. آآ انت قدمت له الخير. كلب وشرب آآ لكن مش كويس. شايف هنا في ارض بيتك فيها فرحة. آآ في فرحة في ارض بيتك. عندك انفرجات حلوة بازن الله تعالي. وعندك الماديا هتتحسن. عندك الامور هتتحسن معك بفضل الله تعالي. عندك ما قلنا آآ ممكن نقول فرحة ارتباط او زواط او عرس لاحد قريبك في احد البيتك. يعني شايف في ارض بيتك فيها فرحة بقدرة الله تعالي. شايفك هنا مش قادر تشيل جرش. آآ مش قادر تشيل فلوس. آآ مش قادر تحوش. آآ اللي داعي خارج. ما فيش حدا جاعدة معك مكتملة. ان شاء الله دايلك الريزك من حيث لا تحتسب. ديالك الفرحة. لانك انت الظلامة كتير. ربنا هيعودك. هيعودك على صبرك وعلى الظلم اللي وقع عليك. من اقرب مليك. ربنا يعودك بازن الله. شايف هنا اللهم صلى على سيدنا محمد. الفترة اللي داية. آآ شايف هنا وانتبهي الفترة اللي داية. عندكم خير. عندكم السكة فاضية. عندكم خير. عندكم السكة فاضية. حاولوا ان انت تكسبوها. حاولوا انت تكسب هزا السكة. انت حاسين مش ان الامور معكدك امامكم. آآ بتدخلوا في طريق بترضع خطوة. ما فيش آآ ارتباط مكتمل. آآ ما فيش عيشة في المتزودين مش مرتاحين في الزواج. مشاكل بدون سبب. خنجة ضيق نفور واكسر حادة المشاكل بدون اي اسباب. واللي لسه مرتبطتش. في تعقيد. في تعطيل. في تعب. في تسقط في الشعر. في الام في العمود الفقري. والام في الرتايل. وزيدة الصداع. وزيدة التعطيل. والنفور في الزواج. هذا من السحر. السحر كما كنا يا احبابنا في الله. من السحر اللي بيتجدد. شايف هنا في حياتك. هنا حصل او هيحصل آآ في مبينة المنفصلين شايف هنا في آآ عتاب. في آآ مقابلة. والمقابلة دي فيها عتاب. ان شاء الله فيها الصبح. بمشيه تللها تعالى. شايف هنا في محاكم او في قواضي آآ بينكم وبين حد. او آآ حد معين. لان شايفهم بتخلصوا هنا عندكم خير في المحاكم بازن الله تعالى. عندكم محاكم. شايف هنا في رزق دائكم. وبشرة بفضل الله تعالى فيها فرحة لك. شايف هنا في غيمة. غيمة على وشكم. الغيمة دي في تفكير. في غيمة. في تفكير. في حد بيحاول يأزيكم وانتم مش شايفينه. آآ يعني هنا انتم مش متوقعين ان هو الشخص دي يعني اللي عمال يلعب بيكم عمال يلزيكم. آآ مش متوقعين. وطريق السفر مفتوح قدامك. طريق السفر في خير. هتقول يا شيخ طريق السفر طب بيحا ان شاء الله في خير طريق السفر. في منكم آآ فسحة وفي اللي مسافر لشغل. الكراءة عامة اخواتنا في الله للرجال ونساء والكراءة مفتوحة بازن الله تعالى. خذ الاطابة ليك احبابنا في الله. الله مصدع على الحبيب المصطفى. شايف انها تتفتح قدامكم ببان حلوة. هيكون فيها سعادة. آآ فيها سعادة. فيها فرحة. يعني في راحة. بعد كل التعب اللي حصل في حياتكم تتعبتم تعب كبير. ربنا هيسر امركم. ربنا هيسر امركم. وهيكرمكم. هيكرمكم بازن الله تعالى. الدموع اللي عندكم آآ حاول تخلص. طلع من الحياتك. طلع اليقس. طلع الاحباط. طلع الضيقة. طلع الخانكة. طلع اللي عندك. شايف المشكلة اللي عندكم؟ بسبب لكم الازمة والحيرة. انتم هتحلوه. هتتحل. هتتحل بمشيئة الله. يعني شايف ان اغلب وقتكم قاعدين في البيت. مش عايزين تتكلم مع احد. يعني مش عايزين تتكلم مع بسبب اللي شفتوه. لكن هتتلاقى بتوقع مروحك. هتتلاقى بتوقع مروحك خلاص هانت. هانت. كل الابواب اللي اتجفلت في وجهك راح تتفتح مرة اخرى ليك بفضل الدعاء وفضل الاستغفار بفضل الله تعالى. شايف هنا انتم يعني شغالين على حادات كثيرة جدا. وشايف ليك من مكان لمكان فيه نقلة. فيه الراحة ليك. فيه السعادة. شايف ان انت بتنتقل من المكان لمكان. فيه الراحة وفيه السعادة ليك بازن الله تعالي. هتشتريني. هتشترين منزل. هتشترين مكان اللي انت هتنتقل لممكن يكون لبيت زودك ان شاء الله. او الرجوع اللي زودك بازن الله تعالي. او شراء مسكن جديد. هتنتقلوا فيه فيه الراحة وفيه السعادة ليكم بمشيئة الله. خلي بالكم. وخلصوا من السحر كما قلنا يا احبابنا في الله الا انتكم. قاعدوا فتح معكم الابراد. لان السحر عملكم طاقات سلبية كبيرة جدا. وخلوا بالكم من الناس اللي حواليكم. مش كل الناس اللي تعطوها اسراركم. مش كل الناس اللي تفتكروها اه احباب لكم بيحبوكم بيتمنونكم الخير كثيرا من اشخاص مش حابينكم تكونوا احسن منهم. آآ يعني انت في نظرة بتقول انت ما عملتش حدا للناس دي. قزيتك لها. سحرتك لها. هم مش حابين ان انت تكون احسن منهم. آآ مش حابين انت تكون آآ متقدم بخطوات عنهم. معنى كنت ما قزيتهمش. ما عملت لهوش اي شيء. آآ قدمت لهم الخير لكن غدروا بيك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم من كل ده ان يؤذيكم. اتمنى من احبابنا في الله. يدعموا الفيديو باللايك. وان كنت تشترك فيها القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الدرس ليصلك طول الجديد. وان كنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل او من تابع او من قريب داخل القناة جميع العلادات واللي حابب بيتواصل معنا مع الشيخ يوسف الرقم امامكم سيتواصل معنا وان شاء الله نكون في حسن ظنه وكان تعودنا الصلاة على الحبيب المصطفى اللهم صلي صلى الله عليه وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واخشيها اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر الى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولوه العظيم الذي يعزه من كل سوء اللهم فرد كربنا كما وعدت امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء على